يبدو أن حنة الأميرة رجوة الحسين لا تزال تشغل بالرواب مواقع التواصل الاجتماعي الذين بدأوا مخرا في ربط اللون الأبيض بحفلات الحنة مع إطلالاتها الجذبة في ليلتها المميزة حيث علق عدد كبير من النشطاء بأن صوب ماريتا الحلاني يشبه إلى حد كبير صوب رجوة بينما في الواقع هناك اختلافات جذرية بينهما وقال البعض في تعليقاتهم أن حنة ماريتا الحلاني ذكرتهم بحفل حنة الأميرة رجوة الذي يقيم فيه مايو الماضي وفيه واحدة كتبت لها أنا زعلت لأنك لبستي مثل رجوة أنت أميرة ما تقلدي حدا أرجوكي ومن ناحية أخرى استدعت بعض المشاهد واللقطات من زفاف الأمير الحسين على الأميرة رجوة مطلع يونيو الجاري لقطات مشابهة كانت قد وقعت قبل 30 عاما كاملة في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ففي وعشية تلاتة وتسعين انطلقت الاحتفالات التي هزت أرجاء الأردن بالفرح احتفال بزفاف الملك عبدالله الثاني على الملكة رانيا وكانت من الأشياء المتشابهة الإطلالات الملكية وأيضا بدلة العريس والتي مستوحاة من التصميم المتميز الذي ارتدع جلالة الملك عبدالله الثاني في يوم زفافه أيضا شوارع عمان زفت ولي العهد والأميرة الرجوة زي ما كان الملك عبدالله والملكة رانيا قبل 30 عاما انتوا يرايكم شاركونا في التعليقات ونشوف أبرز الغائبين عن هذا الحفل كانت الملكة نور طبعا لأرمالة الملك الحسين بن طلال ووالدة كل من الأمير حمزة والأمير هاشم والأميرة رايا والأميرة إيمان أيضا الأمير حمزة مجاش هو الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني الوقع تحت الإقامة الجبرية منذ نحو عام بسبب خلافات مع الملك أيضا الأميرة هايا بنت الحسين هي الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله والمقيمة في بريطانيا عقب انفصالها عن زوجها السابق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم صيف عام 2019 أيضا الأمير محمد بن سلمان كان غيابه من أبرز الأخبار عن حفل الزفاف على الرغم من تداول تقارير كانت شبه مؤكدة عن نياته حضور عقد القران أيضا اللي غابت برضو الأميرة إيمان بنت الحسين وهي الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني وعمة العريس وكانت من الشخصيات التي لفت غيابها الكثير من التساؤلات بعدما غابت أيضا عن زفاف الأميرة إيمان الذي يقيم قبل أشهر نيجي بقى لأبرز الحاضرين حيث تصدرت الأميرة هالا نور هاشم وحركات البحث بعدما خطفت إطلالاتها في حفل زفاف الأمير الحسين عن زار رواد مواقع التواصل الاجتماعي فهي من موليد إبريل عام 2007 وتبلغ حوالي 16 سنة أي أنها لا تزال طالبة في الصف الثاني الثانوي والدها كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي الأمير هاشم بن حسين وهو شقيق الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والدتها هي الأميرة فهدة بنت أبو قيان ذات الوصول الفلسطينية وهي الزوجة الأولى للأمير هاشم بن حسين وهي حفيدة الأمير تركي ابن خالد السوديري ولد الأميرة أربع إخوة من نفس الأم والأب رايا النور وفاطمة العالية والحسين حيدرة ومحمد الحسن وخمسة من زوجات أخريات لولدها هم هاشم بن حمزة وبسمة بنت حمزة وحمزة ابن الحسين ونور بنت حمزة ونعيمة بنت حمزة أيضا الأميرة رايا النور بنت الهاشم ولدت وترعرعت في عمان بالأردن وتعتبر الإبنة الثانية للأمير هاشم ابن الحسين وهي من موليد 4 يوليو 2008 يعني تبلغ منها العمر حوالي 15 سنة وولدتها الأميرة فهدة هاشم وتعتبر الحفيدة الثالثة للملكة نور الحسين وتعتبر الأميرة هالة شقيقتها الأكبر بفارق عام أو عامين أيضا ارتدت الأميرة شيرين بنت مرات في حفل زفاف وليل عهد الأمير الحسين والأميرة رجوة ارتدت فستان والدتها الأميرة دينا مرات زي ما احنا شايفين كده أيضا الأميرة سارة بنت فايصل ولدت بتاريخ 27 مارس 1997 وهي توقم الأميرة عائشة بنت فايصل ابن حسين وهي ابنة الأمير فايصل ابن الحسين والأميرة عالية الطباع وهي ابنة أخ الملك عبدالله الثاني وزعر هما الاتنين زي ما احنا شايفين كده هو في عبها صورة أيضا هنا الأمير هاشم ابن الحسين مع زوجته الأميرة فهدة وكمان أيضا الأمير الحسن وزوجته الأميرة صروت في قصر صهران للاحتفال بزواج الأمير الحسين ورجوة آل سي ودي إطلالات الأميرة بديعة بنت الحسن والأميرة رحمة بنت الحسن والآنسة عائشة طاينة في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة من الإطلالات الجميلة اللي نشرها موقع العائلة المالكة الهاشمية صورة سارة بنت فايصل بترتدي فستان وعلى فكرة والدتها الأميرة علياء طابة كانت بترتدي نفس الفستان فهل تظنوا أنه هو نفس الفستان؟ شاركونا في التعليقات أيضا هنا الأميرة آية بنت فايصل بترتدي فستان بتصميم فانتازي وهنا الأميرة راية بنت الحسين برضو بترتدي فستان جميل ودي الأميرة جليلة بنت علي اللي هي حفيدة المالكة علياء برضو بترتدي فستان رائع في فرح الحسين ودي إطلالة المالكة رانيا بفكرة ارتدت الأميرة رجوة الحسين فستان إلي صعب في حفل زفافها وكانت ارتدت المالكة رانيا إطلالة مشابهة جدا خلال حفل أقيم في لندن عام 2001 أيضا من نفس التصميم نشوف برضو الأزياء والمفارقات الفستين إلا حضرت بها الأميرات في فرح الأمير الحسين ورجوه آل سيف حيث حضر الأمير علي ابن الحسين مع زوجته الأميرة ريم علي حفل زفاف ابن أخيه الأمير الحسين ابن عبد الله والأميرة رجوة ومرة أخرى أطلت الأميرة ريم بفستان من طراث الشركس زي ما احنا شايفين المرة الأولى كانت يوم عقد قرانها مع الأمير عام 2004 اللي هي الصورة العشمال والأمير علي ابن الحسين داعم للثقافة والتاريخ الشركسي ووالدته الملك علياء أمها تنحدر من أصول شركسية ومن ناحية أخرى وبعد أن اخترت الأميرة رجوة الحسين إطلالتها الأولى في حفل عقد قرانها على الأمير الحسين بفستان صممة لها خصيصا من قبل إلي صعب بدلت الأميرة العروس فستانها من أجل حضور حفل العشاء الرسم الذي أقامه الملك عبد الله الثاني والملك قراني على شرفها وشرف الأمير الحسين واختارت رجوة إطلالة تشبه إطلالات أميرات ديزني بفستانها زيت النورة المنتفخة والمزيم بتفاصيل سلاسية الأبعاد والفستان اخترته العروس باللون الأبيض من مجموعة ألطمود لدولتشي أند غابانا كما احتفظت بوضع التاج المصمم لها خصيصا والذي زين بكلمات عربية تحمل جملة رجوة من الله كما استعانت بزوج من كفازات باللون الأبيض لتكمل إطلالاتها الحالمة ولهذه المناسبة ارتدت الملك قرانيا فستان من تصميم إلي صعب باللون العاجي مزيم بالتطريز زي ما احنا شايفين وبدت غاية في الأناقة بتصميم من مجموعة إلي صعب ويعتبر تاج العظمة الذي ارتدته الملك قرانيا خلال مقدوبة العشاء في قصر الحسينية واحدا من أشهر اتيجان حول العالم وهو هدية من زوجها الملك عبدالله الثاني من عام 2005 وارتدته الملك قرانيا من قبل في أكثر من مناسبة وقد ادخل في تصميم كلمة العظم لله والله أكبر وكانت هذه المرة الأولى التي يكتب فيها بالخط العربي على تاج ملكي وهو من توقيع يان سيسكارد من دار فريد للمجوارات نشر موقع العائلة الأردنية المالكة الهاشمية صور تيجان نساء العائلة المالكة ومنها الأميرة بسمة بنت طلال بترتدي تاج المالكة زين الشرف الأميرة عالية تاجها الماسي والذي كان هدية من والدها المغفور له الملك الحسين أيضا اختارت الأميرة عائشة قلادة الماس على شكل دائرة للأميرة منا أيضا ارتدت الأميرة زين تاجا استعرطه والدتها الأميرة منا أيضا الأميرة زينة فيصل ترتدي تاجها الأول أيضا ارتدت الأميرة منا تاج جديد مرصع بالألماس واللؤلؤ أيضا الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله ارتدت تاج زفافها أيضا الأميرة سلمة تتعلق بصوار الملك رانيا بوشرون ومن المفارقات أن الأميرة منا ارتدت نفس الفستان اللي ارتدته في عرص ابنها الملك عبدالله الثاني عام 1993 هي أكيد عصدة الموضوع ده هو وكأن الفستان بيفكرها بزفاف ابنها والأميرة مونة الحسين أو انتوانيت جاردينر مولودة 25 أبريل 1941 يعني عندها دلوقات 82 سنة هي الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ووالدة ملك الأردن الحالي عبدالله الثاني بن الحسين وبعد زواجها أطلق عليها زوجها لقب الأميرة مونة الحسين وهي ابنة الزابط البريطاني والتر بيرسي جاردينر والذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن وكانت قد التقت بالملك الحسين أثناء عملها في التحضير لفيلم عن لورانس العرب وفي فترة زواجهما لم تعتنق الأميرة الإسلام وأنجبت من الملك الحسين الملك عبدالله والأمير فيصل والأميرة عائشة والأميرة زين وتطلقها في 21 ديسمبر 1971 إلا أنه سمح لها بالاحتفاظ بلقابها الأميرة أيضا كان من بين الحضور زوجة الأمير حمزة السابقة اللي هي نور بنت عاصم وزوجها الأستاذ عمر زيدان حضروا في زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف نور بنت عاصم مولودة في 6 أكتوبر 1982 يعني عندها دلوقتي 40 سنة هي أميرة أردنية وابنة الأميرة عاصم ابن نايف من زوجته الأولى السيدة الإيرانية فيروزة وخشوري وكانت الأميرة نور زوجة لولي العد الهردنس الأسبق الأمير حمزة ابن الحسين وأنجبت منه طفلة واحدة اللي هي هاية موليدة 18 أبريل 2007 قبل أن ينفصل في سبتمبر 2009 بعد ثلاثة أعوام من الزواج وفي 22 يونيو 2018 عقدت قرانها على رجل الأعمال السعودي عمر زيدان في حفل وقيم في البحر الميت وأنجبت منه طلال في أبريل 2019 وعبدالله في 20 ديسمبر 2020 وليس لدى الأميرة نور أشقاء بينما لها أربع شقيقات وهنا ياسمين وصارة وأختين غير الشقيقتين هما صالحة ونجلات نشر موقع العائلة المالكة الهاشمية الصور دي بالأسماء لأصغر أفراد العائلة المالكة الهاشمية اللي حضروا فرح الحسين على رجوة آل سيف نمرة واحد عبدالحميد الصالح نجل الأميرة علياء بنت الحسين نمرة اتنين الأمير محمد ابن طلال نجل الأمير طلال والأميرة غيداء نمرة ثلاثة الأمير حسين ابن طلال نجل الأمير طلال والأميرة غيداء نمرة أربعة طارق خلف زوج جمانة الصالح نمرة خمسة الأمير محمد الحسن ابن هاشم نمرة ستة الأمير حسين مرزا نمرة سبعة الأميرة رجاء بنت طلال نمرة تمانية زين الشرف نمرة تسعة الأميرة جليلة بنت علي نمرة عشرة مونة جمعة نمرة حداشر جمانة الصالح نمرة اتناشر سكينة جودة نمرة تلاتاشر الأميرة حنة بنت غازي نمرة أربعتاشر الأميرة فاطمة العلياء بنت هاشم نمرة خمستاشر رياح الحلواني ابنة الأميرة آية نمرة ستاشر الأمير حسين حيدارة بن هاشم نمرة سبعتاشر نسم الحلواني ابنة الأميرة آية نمرة تمنتاشر الأميراء عبد الله وابن فيصل والأمير محمد ابن فيصل نمرة تسعتاشر جميل ترميوتس نمرة عشرين الأمير هاشم ابن عبد الله نمرة واحد وعشرين الأمير عمر ابن فيصل نمرة تنين وعشرين الأميرة تسنيم بنت غازي نمرة تلاتة وعشرين الأميرة إيمان بنت عبد الله نمرة اربعة وعشرين الأميرة عائشة بنت فيصل نمرة خمسة وعشرين الأميرة سلمة بنت عبد الله نمرة ستة وعشرين الأميرة آية بنت فيصل نمرة سبعة وعشرين الأميرة الصارة بنت فيصل نمرة 28 لما حداد زوجة الأمير حسين مرزا نمرة 29 طارق جودة نجل الأميرة سمية نمرة 30 طلال الصالح نجل الأميرة علياء نمرة 31 الأمير عبدالله ابن علي نمرة 32 علي بلير نجل الأميرة بديع نمرة 33 عارف البطاينة نجل الأميرة رحمة نمرة 34 محمد طلال الحلواني نمرة 35 جعفر الصالح نمرة 36 عون جمعة نمرة 37 عائشة جوتة زوجة جعفر الصالح نمرة 38 الأميرة رايا نور بنت هاشم نمرة 39 عائشة البطاينة ابنة المال أميرة رحمة نمرة 40 زان أبو هانتش زوجة طارق جودة نمرة 41 دانة خطيبة طلال الصالح نمرة 42 الأميرة هالة بنت هاشم طبعا تلاحظ في الحفل غياب الملكة نور الحسين وابنها الأمير حمزة وعائلته طبعا ترجمة نانسي قنقر